اشتركوا في القناة وقد تقدم الى الامتحانات لهذه الدورة 322 طالب وطالبة عدد القاعات الصفية 22 قاعة صفية كانت نسبة عداد الطلاب المتقدمين لهذه الدورة عام 24 هي نسبة جيدة على العموم أسوة بالسنوات السابقة وقد تمت العملية الامتحانية على أكمل وجه لهذا اليوم وعلما بأن أول مادة هي لغة عربية قد تم تأمين أيضا أجواء مناسبة للطلاب ولضمان سير العملية الامتحانية قد كانت الأسئلة مؤتمة بحيث تتيح للطالب حرية الاختيار من متعدد على مبدأ حرية الاختيار من متعدد الأسئلة من حيث نوعيتها تراعي الفروق الفردية بين الطلاب هذا كل ما لدينا من معلومات حول العملية الامتحانية التي تمت اليوم السلام علينا عبدالغادر حسينو رأس العين أدرس صف 9 من مدرسة السلماء الفارسي الشرعية جاء أسئلة هنا ماشا الحال كويسة ووسيطة بكم سؤال صعب والحمد لله قدمنا اليوم مادة عربي اسمي ضارة مشهد من قرية بيرنوح اليوم قدمنا مادة لغة العربية بالنسبة للامتحان كان كويس والأسئلة لا صعبة ولا سهلة الأسئلة كويسة وأجوال امتحان لا يوجد أي شيء والتحضير الحمد لله كان كويس لا يوجد أي مشكلة بالتحضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم علي أحمد سالم المدرسة سلمان الفارسي الشرعية اليوم قدمنا لغة عربية وكانت الأسئلة الحمد لله سهلة وإن شاء الله نجيبها العلامة التامة وأسئلة جايبيننا من القصائد ومن الهمزات وهكذا أسئلة وإن شاء الله المواد الجاية أن نأخذ بها كلها ميات وأتمنى التوفيق لي ولأصدقائي إن شاء الله عم ندرس تحضيرات كويسة بس بالأسئلة المواد العلمية شوي فيها صعوبة وإن شاء الله نجيب بها علامات كويسة وأتمنى التوفيق لكل الطلاب شكرا شكرا الحرب